يمكن زي ما قلنا خلاص ان شاء الله مباراة طلاع الجيش هي مباراة حسم الدولي بالنسبة لكرة طائرة رجالة عشان ننتقل ونغير البصلة على كأس مصر ان شاء الله ويحافظوا دايما أبدا على كل البطولات الطائرة تبقى في النادي الأحيان هنروح للطائرة سيدات بقاتل كابتل حمد الصافي بيستعدوا بكل قوة لمباراة الزمالك القادم طبعا احنا عارفين ان الفريق حسب البطولة طبعا في مباراة القبل اللي فاتت مع أصحاب الجياد وخلاص المباريتين دول تحصيل حاصل ولكن كابتل حمد الصافي والبنات ما بيدوروش على الفوز أو الفوز بالدولي بس لا بيدوروا على الاعلامة الكاملة والاعلامة الكاملة ان شاء الله هتبقى مع مطش نادي الزمالك وخلينا اقول لحضركم انه ترتيب طبعا احنا بالرصيد الاول ب63 نقطة في 21 مطش وطبعا بعد النهاية والتتويج ان شاء الله الفريق اكيد هيتركز او الفرق هيتركز على بطولة تانية وهي كأس مصر علشان حق السناية كالمعتاد لفريق فتيات الزهب واللي معاودين جمهورهم دايما على الفوز في كل المطشات وبكل البطولة وبكده الحقيقة نكون خلصنا كل الاخبار داخل النادي الاحل الحقيقة لازم اطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضركم تاني عشان نكمل معكم اخبارنا المحلية وايضا اخبارنا العالمي